السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الثلاثاء 2 عيار مايو طبعا توقعتنا الحركة المفصلة لوضعي تلك واكب طبعا اليوم في زاوية ممتازة جدا رح تتشكل لها علاقة بالروحانيات والغيبيات والأمور الأخرى اليوم القمر موجود بالعذرة وفي ساعات الصباح بده ينتقل لبرج الميزان وفي عنا خلو مسار من منتصف الليل لغاية ساعات الصباح القمر اليوم موجود الآن في منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و8 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح اليوم الثلاثاء ينتقل بعدها القمر لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي تبعا القمر بما أنه موجود بالعذرة لغاية ساعات الصباح معناته منظل على طبيعتنا للجدة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة رياضة أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك شاردة أو واردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن أن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هذه أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين شرب الكحول مهدئات وبوسع نقتناع حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة جديدة بالنسبة لزوايا الفلكية طبعا في بعض الأشخاص يالوا طيب الزوايا اللي أنت بتذكرها البطيئة بتظلك تعيدها وتعيد تأثيراتها ككل يعني خلص أنت تذكرها مرة وبعدين بتنوه أنه هاي الزاوي ذكرتها بيوم كذا خلص اللي بدو يسمع تفاصيلها برجع للحلقة اللي أنت ذكرت فيها التفاصيل أما تظلك تعيدها فبتصير الحلقة طويلة كثير طيب إحنا رح نخذ بهذا المقترح ورح نعمل الحلقة بهاية الطريقة إذا عجبتكو الطريقة هاي إنها مختصرة بتكون بدل من ضل نعيد بنفس الكلام يعني عطونا آراءكو في تعليقات بالنسبة للزاوية الأولى اللي رح نتكلم عنها اللي هي زاوية الاقتران الممتزجة اللي ما بين الشمس وبين عطارد قلنا إنه هاي تأثيراتها من يوم 28 أربعة بدأت ومستمرة لغاية يوم 7 خمسة طبعا ذروتها كانت يوم 1 خمسة الساعة 11 و 27 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ولكن هاي زاوية مستمرة لغاية يوم 7 خمسة وعادة عند حدوث هذا الاتصال وهي زاوية ممتزجة يعني خليط ما بين السعادة والنحوسة الإيجابية فيها أنها بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة الماضية وبهيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية ولكن من سلبياتها بسبب تراجع عطارد إنه بيصبح الفكر مشتت بتقلل التركيز نصبح متقلبين بالمزاج يجب الحذرة ناقية السيارات وبتخلقنا هاي نزاعات في حياتنا اليومية وخلافات عابرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي بدأنا ذكرها من يوم 1 خمسة طبعا وهي مستمرة لغاية يوم 19 خمسة ذروتها يوم 9 خمسة الساعة 7 و 55 دقيقة مساء بتوقيت جرينج غالبا بسبب هاي الزاوية إنه بيصير بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبتزيد من عنادتنا واندفاعنا يعني بنحاول نطالب بالاستقلالية الشديدة وبتكون طبعنا غريبة جدا بتجعلنا يعني نخطئ في أحكامنا بصير في نوع من أنواع التحولات بطبيعتنا وبكون عنيف شوي من بيلا المبالغة في تقدير قوة الأشخاص وهذا الشيء ممكن يعرضهم لوعكات إلها علاقة بأمور إلها علاقة بالقلب أو التشنجات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المريخ وبين أورانوس وبدأنا ذكرها من يوم 23 أربعة ومستمر هاي الزاوية لغاية يوم 7 خمسة طبعا ذروتها كانت يوم 29 أربعة ساعة ثمانية وأربعة دقائق مساء بتوقيت جرينيج فهاي الزاوية بتعطينا الشجاعة لاتخاذ قرار حاسم في حياتنا بتزيد من إصرارنا وشجاعتنا والميل للمجازفة والسرعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي تأثيراتها بدأت من يوم 28 أربعة ومستمرة لغاية يوم 13 ستة هاي الزاوية خطيرة ذروتها يوم 23 خمسة الساعة 5 و 12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتخلي بعض الأشخاص يحقق تقدم على حساب الآخرين وبما أنه المريخ والمشتري معناته أمور إلها علاقة بالمشاكل المالية والمشاكل العسكرية والضحك على دقوننا من بعض الأشخاص اللي يعني بيحاولوا يظهروا حالهم كأنهم رجال دين أو معارضين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين نبتون هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 28 أربعة ومستمرة لغاية يوم 11 خمسة طبعا ذروتها يوم 4 خمسة ساعة 5 وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا برضو في أثناء هاي الزاوية بتكثر الأمور اللي إلها علاقة بالتحرش الجنسي أو اغتصاب الأطفال أو الفضائح الجنسية أو التركيز على مواضيع تتعلق بالتحرش والاغتصاب والجنس وهذا الشيء يمكن لاحظتوا بالأيام الماضية أنه تركز عليه بالإعلام على نسبة الاغتصاب في العالم مع شغلات من هذا القبيل طبعا برضو هاي زاوية بتسبب نوع من أنواع الارتباك وخيبات الأمل في حياتنا العاطفية بتشجعنا على الاستهلاك المفرط للكحول والمخدرات والتدخين والأدوية المهدئة أو المنشطات أما بالنسبة للزاوية التي تليها قبل ما نروح كمان هاي برضو إلها علاقة بالمشاكل مع الفنانين وحدث معين بصير مع أحد الفنانين طبعا وذكرنا أنه تأثيراتها من يوم 28-4-11-5 وبكون هذا الحدث واضح تماما وأعتقد أنه صار أكثر من حدث العلاقة بهذا الموضوع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين الزهرة وبين المشتري وهاي من يوم 28-4 بدأنا ذكرها وهي مستمرة لغاية يوم 12-5 ذروتها يوم 4-5 الساعة 35-39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما يسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبرضو بتسهل عملية إقناعهم حتى لو كانوا بيفتقروا للمرونة في التعامل وبرضو بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بهاي القدرات مثل الفن والديكور والتجميل وبتمنحنا الرغبة في الرفاهية وبتجلبنا البهجة وممكن نحقق نجاح شخصي وهذا وقت مناسب لأمور إلها علاقة بالارتباط العاطفي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي طبعا من يوم تسعة عشر أربعة إلى يوم ثلاثة خمسة ذروتها طبعا كانت يوم خمسة وعشرين أربعة الساعة عشرة وسبعة وأربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية تمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وهذا الشيء بيساعدنا على النجاح والدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق نجاح في العمل والعلاقات بتكون جيدة مع الآباء أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية تربية سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي ذكرنا أنه مدتها شهرين بدأت من يوم 22.04 ومستمر لغاية يوم 22.06 طبعا ذروتها يوم 18.05 الساعة وحدة وتسع دقائق فجرا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا بتتعرض بشكل خطير جدا أو ممكن تتضرر بشكل خطير جدا وإلها علاقة برضو بالكوارث الطبيعية والأمور اللي إلها علاقة بالمعارك أو الحرب الاقتصادية وذكرناها برضو أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل أو تأثيراتها قائمة مع القمر عندنا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية ذكرناها يوم عمس كانت ما بين القمر وما بين الزهرة وقلنا أنه هاي الزاوية بتتشكل ذروتها الساعة 35 دقيقة مساء من مساء يوم الاثنين وبتستمر تأثيراتها حتى صباح يوم الثلاثاء أكثر المتضررين اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لأنهم بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبكون عندنا رغبات ممكن تأدي لخيبات أمل عاطفية حاولوا انك تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنها ممكن تأذي الآخرين دون أن تشعروا بذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهاي برضو ذكرناها يوم أمس وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون قبل خلو المسار اللي رح يبدأ بعد ساعات قليلة هاي زاوية رح تكون الساعة 11.52 دقيقة مساء من مساء اليوم الاثنين على الثلاثاء يعني قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيش طبعا هاي زاوية مستمرة تأثيراتها من صباح يوم الاثنين وحتى عصر يوم الثلاثاء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين لها علاقة برضو بالاكتئاب والأضغاث الأحلام والوسواس والقلق والشك وبرضو بعض الأمور الدينية اللي بصير عليها بعض الاضطرابات والمشاكل اللي لها علاقة بالسوائل بعد هاي الزاوية مباشرة بصير عندنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يستمر من الساعة 11 و 52 دقيقة من منتصف الليلة هاي اللي هي الاثنين على الثلاثاء وبيستمر خلو المسار حتى صباح اليوم الثلاثاء الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في الميزان هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بصير القمر موجود في الميزان عشان هيك من ساعات الصباح بتتغير الطاقة اللي عنا بتصير فترة عاطفية لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب وهي فترة جيدة جدا أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفل ما أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة الزاوية اللي رح تتشكل واللي هي تقريبا رح تكون قوية جدا وفيها إيجابيات كثيرة على الجميع هي زاوية التزديس الإيجابية اللي رح تكون بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة التسعة وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء هاي الزاوية رح تستمر تأثيراتها من ساعات مساء يوم الاثنين وحتى مساء يوم الثلاثاء الزاوية هاي بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية عالية جدا وبرضو بتدفعنا للإبداع هاي الزاوية إلها علاقة بما إنها تشكلت والقمر موجود في الميزان واتصالها مع بلوتو يعني الميزان معروف إنه هو برج روحاني وبما إنه أو بعزز الروحانيات بزيد من الشفافية بزيد من طاقتنا الروحانية فصروها مثل ما بدكو يعني والقمر موجود عنده هو أساساً إلو علاقة بهاي الطاقة وبلوتو المتحكم بالمورائيات بدش سكل زاوية إيجابية معناته هذا اليوم من الأيام المميزة للأمور الروحانية إن كان علاج أو إن كان ابتهال أو إن كان ذكر أو إن كان عبادة أو إن كان عمل خير أو إن كان معالجة الذات الداخلية تنظيم الطاقة الداخلية يعني بمعنى آخر ممكن يطلع بعض المتفزلكين ويقول لكم إن طاقة السمى المفتوحة اليوم بالمختصر يعني ولكن هي زاوية إيجابية جداً لازم استغلالها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعاً الأكثر حساسية اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا البنكرياس العمع الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس والعيون والأذنين طبعاً هاي الأكثر حساسية في ساعات الصباح بصير عندنا الكلة والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسلين أسفل الظهر والزايد الدودية هدولا بصيروا أكثر حساسية عشان هيك أي أمور لها علاقة بهاي الأعضاء انتبهوا لها خلال هذا اليوم إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب بالنسبة للعمليات الجراحية طبعاً ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية اليوم مناسب جداً لهاي الأمور ولكن العمليات الكبرى اللي بتتعلق بالأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح فيها وخصوصاً في فترة خلو المسار إلا إذا كانت عمليات اضطرارية أما بالنسبة لعمليات التجميل طبعاً هنا اليوم أنا ما بنصح في هذا الموضوع لأنه عندنا الجلد كعضل اللمس أكثر حساسية فممكن يصير التهاب بالجلد أو يتحسس الجلد عندنا من أي مواد كيموية أو حتى من الحقن التقشير من الأمور هاي فنبعد عنه لحد يتحرك القمر بعيد عن هاي الدرجات على أساس أنه ما يصير عندنا أعراض جانبية وأيضاً تراجع طارد بمنع هاي الأمور أما بالنسبة لعمليات شعر الزائد فطبعاً أنا ما بنصح فيها نهائياً لأنه هسا الجلد كعضل اللمس أكثر حساسية وأيضاً تراجع طارد بعمل علامة استفهام على تحسس الجلد وبعض المخاطر خصوصاً اللي بدهم يستخدموا الليزر ولكن هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ بدون صبغ الحنة يعني بيكون أفضل ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان معناته قلو المسار القادم بيبدأ يوم الخميس أربعة خمسة بيبدأ في تمام الساعة تسعة وستعشر دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة عصراً بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر ويستقر في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر اثناشر يوم في تمام الساعة واحد وثلاث عشر دقيقة بعد الظهر بصير عمره ثلاث عشر يوم نسبة الإضاءة واحد وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة خمستعاش في المية القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان ورح يظل في الميزان ليوم أربعة خمسة هو الآن منتحس بنسبة أربعين في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية ساعات المساء بصير سعيد بنسبة خمستعاش في المية عطارة في الثورة بيتراجع حتى يوم خمستعاش خمسة منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة خمسة سعيد بنسبة عشر في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الحمل حتى يوم 16.5 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29.8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30.6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11.6 منتحس بنسبة 30% هيك منكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم إذا عجبكم المحتوى ما تنسوا تتفاعلوا مع هاي الحلقة ما بين لايك وديسلايك وكومنت وشير ومسبات أي شيء بدكو إياه يعني عندكو الكبسات تحت كبسو مثل ما بدكو وعلقو مثل ما بدكو وعندكو نصيحة عندكو تعليق عندكو طلب كتبو لي يا بالتعليقات أنا بطلع على كل التعليقات التعليقات المهمة جدا واللي بتتعلق بالأمور الصحية أو أمور طارئة هي اللي أنا برد عليها في التعليقات أما اللي بتتعلق ببرجي وطالعي والأمور هاي فأنا ما بعلق عليها لأنه إذا بدأ علق لواحد معناها تبدأ علق للكل ومش من المواضيع المهمة جدا لأنه في روابط تحت في صندوق الوصف وبإمكان أي شخص أنه يستغلها ويشوف طالعه برجه كواكبه وحساب وقته كل المعلومات اللي أنتو بتسألوا عنها هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء